نائب جمهوري تطق كده في دماغه أو مش تطق يكون موضوع ممنهج ومرتب وورا خلفيات ما عنديش معلومات فمتكهنش إنما نائب جمهوري فجأة كده يعرض مشروع قانون عنوانه قانون المساءلة المتعلق بالكنائس القبطية المشروع بيزعو إن لسه فيه 29 مبنى تابع للكنائس المسيحية فيه 24 موقع لم يتم ترممهم بعد السؤال هنا هو ماله هو دخله إيه أحيانا الهوى بيلزم الإنسان بإنه يتقيد بتعابيرات وبألفاظ وبجمل لا تخرج عن إطار المسموح به طبعا في موقف آخر في موضع آخر أسمع حاجة زي كده حد يقول لي ده فيه نائب فيه الكنيسة قصدي في مش فارقة كتير في الكونجرس الأمريكي كلهم شابها بعض في الكونجرس الأمريكي عامل مشروع عشان يتابعوا الكنائس في مصر لو حد قال لي كده وإحنا في الشارع ولا إحنا عاديين مع بعض برة ولا إحنا هرد عليه أقول له هو بس إحنا على هوا مش هينفع أقول له كده أنا بس أقول هو ماله إيه دخله إيه قصته إيه حكايته إيه رويته هو بيتكلم عن مين دولة ودولة سيادة وسيادة مجتمع ومجتمع شعب وشعبه بس أنا مهما شخصيا أقول يعني الكلام ليه درجة قوة بعينها أي مواطن عادي مش أنا بس أي إعلامي مهما يقول ومهما يرد على هذا النائب في الكونجرس الأمريكي برضو يعني قوة الرد بيكون لها حدود ما احترمنا حتى للخارجية المصرية وردها بشكل واضح على هذا المشروع وعلى هذا النقاش داخل الكونجرس الأمريكي برضو رد لطيف ده رد دبلوماسي لازم في كل خطوة من الخطوات دي أو في كل موقف من مواقف دي الخارجية ترد ورد ترد محترم في الحقيقة والخارجية المصرية بقالها فترة طويلة أي حاجة من دي ما بتسكتش عليها يعني بترد رد قوي وحاسن لكن الرد المفحم بقى الرد القوي الرد اللي بسميه رد مزلزل وإن كان طبيعي وإن كان متوقع وإن كان يعني ما فيهوش أي اختلاف عن أيام سابقة وأزمنة سابقة كان رد الكنيسة رد قوي كعادة الكنيسة المصرية قالتها كده بشكل واضح وصريح قالتها للأمريكان اللي بيدعوا دائماً وأبداً حماية أو رغبتهم في حماية أقباط مصر من الأشرار اللي عايزين يعني يموتوهم ويحرقوا دور عبادتهم رد الكنيسة كان أكثر قوة من أي رد رد الكنيسة كان عبارة عن كلمات قليلة ومعناها كبير قانونكم مرفوض وحكمتنا بتقوم بواجبها الكامل بإصلاح وترميم الكنائس بجهود وأموال مصرية وعلى أفضل وجه الوحدة الوطنية المصرية فوق كل اعتبار ولا نقبل المساس بها ده رد الكنيسة الأرثوزوكسية أنا بتهيألي لما حد عادي بيشوف اتنين بيتكلموا مع بعض أو في موضوع دائر ما بين ناس وبعضها وهو يدخل في الكلام فيترد عليه ويقى تقال له يا عم انت مالك احنا اخوات في بعضينا انت ايه اللي دخلك وسطينا المفروض ان هو يتكسف على دمه المفروض ان هو يتقفل من اللي هو عمله المفروض ان هو يبطل التدخل فيه ما لا يعني انما في الحقيقة دي عادة الكنيسة ودي عادة الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من بعض الدول الكنيسة دائما ترد نفس الردود الواضحة والقوية والمفهومة واللي لا تقبل القسمة على اثنين ابدا دائما وابدا دا لو في حد مسيحي برا يعني قال كلمتين كده ممكن يعكره ولو بشكل بسيط صف والمجتمع ده ووحدة هذا المجتمع بتلاقي الكنيسة نفسها ردت عليه وبسرعة شديدة جدا هذا لا يعبر عنا ولا يعبر عن تجاهنا ولا يعبر عن قرأنا ولا 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 فما فيهاش يظهر دائما وابدا الكنيسة المصرية او الكنائس المصرية ترد مثل هذه الردود ودائما وابدا الامريكان مفيش فايدة فيهم ولا يتعلموا من الدرس ابدا بقول لحضراتكم رد الكنائس المصرية اكثر قوة من اي رد رد مفهم رد قوي الكنيسة الانجلية ايضا كان لها رد ورد واضح يا كمان اكدت رفض الكنيسة الانجلية لهذا المشروع وهذا القانون وقالت ان دا مرفوض وبشكل كبير وان الكنائس المصرية بترفض اي تدخل اجنبي في الشأن الخاص المصري وان الادارة المصرية وقفت الى جانب المسيحيين وان كنت انا بقول انها وقفت الى جانب المصريين المسيحيين منهم مش المسيحيين يعني في مصر منذ قيام ثورة 30 يونيون فدي اللي بنكررها او دا اللي بنكرره بنقوله طول الوقت المصريين عارفين ان هما ما عندهمش عوامل قوة كبيرة او كتيرة اوي في حياتهم تخليهم يواجهوا التحديات اللي بيواجوها يوميا والمصريين عارفين كويس جدا ان اقوى اقوى الاسلحة اللي في ايديهم واقوى عوامل النجاح والاستمرار والصمود في حياتهم هي وحدتهم في اي حد كده بيحاول يجرب ويدخل في الحتة دي في المنطقة دي لازم على طول يتضرب على ايده كده ضربة تفوقوا ويتقلوا فيها وبشكل صريح مالكش فيه مالكش فيه ترجمة نانسي قنقر